بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بطلاب الصف السابع سنبدأ اليوم بإذن الله بالدرس الرابع وهو بعنوان العمارة أعطي دليل الزهار العمارة في العصر الأموي انتشار بناء المساجد والمدن والقصور دليل على الزهار العمارة في الدولة الأموية بماذا تأثر فن العمارة والبناء في العهد الأموي أولا تأثر بالوضع الاقتصادي للمجتمع الإسلامي فزيادة الأموال في الدولة الأموية أدت إلى الزهار بناء المدن والمساجد والقصور ثانيا تأثر الفن المعماري لشعوب البلاد المفتوحة فالبلاد التي فتحوها تعلموا منها أساليب وطرق البناء وطبقوها محرص العرب على الاحتفاظ بطراز معماري خاص بالمسلمين أولا المساجد خلفاء بني أمية اهتموا بالمساجد السابقة لعهدهم أي الموجودة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو التي تم بنائها في العهد الراشدي فقاموا بتجديدها وتزيينها مثال على ذلك المسجد النبوي في المدينة المنورة المسجد الأقصى في القدس مسجد البصرة في العراق ومسجد مدينة الفسطات في مصر غير التي تم بنائها في العصر الأموي وكانت تتميز بالروعة والإتقال لنتعرف على هذه المساجد المسجد النبوي في المدينة المنورة أنت تعلم عزيز الطالب أن المسجد النبوي تم بناء في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحتوي على المصلى وحجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك سن 88 هجري 6 ميلادي أمر الخليفة والي المدينة عمر بن عبد العزيز أن يقوم بتوسعة المسجد النبوي من جهة حجرات زوجات الرسول فقاموا بتجديد المسجد قسيت جدران المسجد النبوي بالفسيفساء والرخام حتى أصبح بناء رائع فننظر إلى صورة حديثة للمسجد النبوي هذه صورة للمسجد النبوي في المدينة المنورة في وقتنا الحالي مسجد قبة الصخرة المشرفة من أهم المساجد التي قام الأمويين ببنائها هو مسجد قبة الصخرة المشرفة فانظر إلى الصورة أمامك أنشئ هذا عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى السماوات العلاء سنة هذا المسجد في أحد الخليفة عبد الملك بناء عام 72 هجري 692 ميلادي شكل البناء مثمن أي له ثمانية أضلاع لبس بالرخام والفسيفساء قبته هذه في العهد الأموي بنيت من الخشب المنبس بالنحاس إلا أنها في وقتنا الحالي تم تذهيبها أي طلية بالذهب لننظر إلى صورة لنفرق بين مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك كاملا انظر عزيز الطالب إلى الصورة التي أمامك داخل المستطيل الأسود هذا كله المسجد الأقصى المبارك هذا يسمى المسجد القبلي وهذه قبة الصخرة كلاهما جزء من المسجد الأقصى ويشمل ذلك الصور والساحات والحدائق انظر إلى الصورة الأخرى هذه صورة للمسجد القبلي فيه داخل المسجد الأقصى وهذه صورة لقبة الصخرة التي بناها عبد الملك بن مروان هذه صورة أخرى لمسجد قبة الصخرة المشرفة التي بناها عبد الملك بن مروان إذن عزيز الطالب المسجد الأقصى المبارك هو ما دار عليه الصور تبلغ مساحة الأرض 144 دنما يتكون من مجموعة من الأبنية والمحاريب والساحات فلا تعتقد عزيز الطالب أن هذا هو المسجد الأقصى فقط ننتقل إلى الجامع الأموي بمدينة دمشق الجامع الأموي بني في عهد الخليفة الولي بن عبد الملك استغرق بناء مدة عشر سنوات جدرانه زينت بزخارف وكتابات كفية جميلة والكتابة الكفية هي أحد الخطوط العربية وزيوين بالفسيفساء الملونة أقيمت في العهد الأموي مساجد أخرى في الدولة مثل مسجد مدينة القيروان سنة خمسين هجري عندما قام معاوية بن أبي سفيان بفتح مدينة القيروان مسجد الزيتون في تونس والمسجد الجامع بواسط في العراق يعود للأمويين الفضل في استحداث المئذنة فهي لم تكن موجودة من قبل في المساجد والمحراب والمحراب أهميته أنه يدل على اتجاه القبلة الوليد بن عبد الملك هو من أشهر الخلفاء الأمويين الذين اهتموا بالعمارة وفن البناء مثل بناء المساجد وبناء القصور الصحراوية وقام بإنشاء العديد من الطرق وحفر الآبار على طرق الحج لننظر إلى صورة للمسجد الأموي هذه صورة للمسجد الأموي في مدينة دمشق إلى هنا تنتهي حصتنا نلتق الأسبوع القادم بتكملة هذا الدرس بإذن الرحمن يعطيكم ألف عافية